قال دايماً أنه الأهدى عصاباً الأكثر سباتاً بعيداً عن أنها وحي الفنية والبدانية والتاكتيكية يعني هو اللي بيقدر يحسم لقاء الخمة تعالي شوف كده أرقام مقارنة وارجع أقول الظروف اللي داخلين بيها بكر الأهلي بيحارب على كل نقطة إزا مالك فقد الأمل في المنافسة وبالتالي رأيتك لده إزاي وممكن يأثر إزاي على سيناريو المباراة وتاكتيك جومز وتاكتيك مارسل كولر نستعرض معك الأرقام يا أبو حميد طب دليا هو الأهلي لعب 18 مباراة والزا مالك 20 الأهلي فوز 13 بيتفاوق طبعاً نادي الزا مالك نواة فاز 10 تعادل نادي الأهلي 3 تعادل 3 مباريات نادي الزا مالك تعادل 4 نادي الأهلي الأقل خسارة مبارتين هزيمة من 18 منهم خسارة فعلي فعل بس يلا معالينا بس فعلي فقال دي في حاجات كتير صحيح فوزا مالك 6 هزيم الأهداف الأهلي طبعاً بيتفاوق ب40 هدف أقوى فريق أقوى فريق رغم أنه لعب أقل عدد مطشط في البطول أقل عدد مورد وده يحسب لمارسل كولر وكمان أعتقد أنه 15 أو 16 لعيب من سكواد الأهلي مسجلين ل40 هدف دول وبرضو دي تحسب لمارسل كولر الحقيقة أكيد وهنرجع كمان في الآخر حتى الإهدارة حتى الفرص كان النادي الأهلي ممكن يبقى متفاوق أكتر من كده شوية نادي الزمالك الأهداف 31 استقبال الأهداف الأهلي 18 الزمالك 19 متقربين في استقبال الأهداف الاستحواز حتى متقربين 60% ونادي الزمالك 61% متوسط التصويب برضو يعني 5 أو 2 من 10 للأهلي الزمالك 5 من 10 صناعة الفرص 36 الأهلي بيصنع فرص 36 فرصة الزمالك 34 التمرير متوسط التمرير 434 على الجانب الآخر الزمالك 452 قريبين برضو من بعض المتوسط الكرات الطولية وده اللي بيلجأ لها النادي الأهلي على فترات كتير يعني في المباراة عنده لعيبة كتيرة يعني معلول بيعمل ده كويس عبد المنعم بيعمل ده كويس أوي ربيعة بيعمل ده كويس أوي إيمان بيعمل ده كويس عندك لعيبة تقدر تنقلك الملعب وتوصلك يعني بباس طولي للمرمى بسهولة جدا وإنت مش هتلجأ فعلا للعب ده لما يكون عندك حد زي وصامة بو علي بيقدر أفعك كرة مثلا بعد فترة مابسي وصامة ولا كهرباء بكرة لو الاتنين جاهزين لا أفضل كهرباء كهرباء اللي رجله في الملعب كهرباء اللي بيرجح كفته حتى في المباراة الكبيرة كبيرة متوسط الكرات الطولية قلنا 37 للأهلي واحد من عشرة 28 و9 من عشرة للزمالك متوسط العرضيات خمسة واحد من عشرة للأهلي متفوق على الزمالك أربعة وخمسة من عشرة بهدار الفرص السبعتاشر ودي اللي أنا اتكلمت فيها بالنسبة للأهلي 13 بالنسبة للزمالك الأهلي هو اللي بيقدر يخلق فرص بشكل أكبر البطولة الوحيدة اللي حقها الزمالك السندي هاي الكومفيدرالي هل نجح فيها الزمالك لأنه مستوى مختلف متميز أفضل من المواسم السابقة ولا لأنه النسخة دي ضعيفة أو المنافسة فيها مش قوية جدا وتفسيرك إيه للتباين أنه يفوز بكومفيدرالية ويرجع يقدم المستوى دي أرقام في الدوري أعتقد معددش على الزمالك من سنوات طويلة ترتيب أعتقد مترجع جدا نتائجه في المطشط الأخيرة انتقادات كبيرة الجامز يعني فيه تركيبة كده فيه معادلة شوية من الأخباطة في نادي الزمالك في التوئيد دوري لا أنا بشوف ضعف البطولة يعني ضعف البطولة ضعف الفرق حتى اللي بتلعبها مع احترامي لأسماء الفرق الموجودة وهي بطولة اللي بتأهلك حتى كمان اللي ما بيلعبش في دوري أبطال أفريقيا هو اللي بيروح يلعب في الكنفيدرالية مع بعض الفرق اللي ممكن تبقى موجودة على مستوى شرفي مثلا في البطولة أعتقد اللي هو ضعف البطولة لكن أنا دايما بتتكلم انتقاسها لتحقق بطولة لكن الأصعب أن انت تحافظ عليها وده اللي دايما النادي الأهلي محافظ عليه بشكل كبير طيب هستعمل معك سواء من حيث توقيتات تسجيل الزمالك لأهدافه السيزن ده في مطشط الدوري أو توقيتات استقباله للأهداف ونشوف ممكن تقرأها إزاي معنا هنبدأ ب معدل أو توقيتات تسجيل الزمالك لأهدافه جهزة معنا لغاية ما تجهز رهان جومز في تشكيلة الزمالك على مين بكرا أو منا مصادر الخطورة في الزمالك اللي انت تعملها حساب في غياب أعتقد جزيري في غياب شكبالة في غياب أعتقد فتوح كمان ممكن يغيب لو ظهر الزمالك بكرا في الملعب يعني ممكن يبقى برى السكواد أحمد حمدي طبعا أهب طيب خلينا هم عرضونا توقيتات تسجيل الزمالك للاهدف معدلات تسجيل الزمالك أهداف على مدار التسعين دقيقة على مدار التسعين دقيقة يعني في أول عشر دقيقة ستة في المية بتكلم من تاني هو شوط الأول تقريبا وبدايات الشوط التاني تقريبا يعني هو بيسكل في بداية شوط تاني هو بداية شرطة تانية ونهاية شرطة أعلى معددات أهدف في آخر عشر دقائق يعني 30% من الإجوال اللي بيسجلها الزمالك بيسجلها دائما في آخر عشر دقائق في المباراة عشان بيبقى خسرهم يعني محتاج أنه لا يعني محتاج أنه هو يهاجل بشكل أكبر وده هتلاحظ عليه حتى في الأهداف اللي بيستقبلها أنا دي الزمالك لأنه هو بيفتح خطوطه لأنه هو بيبقى متأخر بأهداف فمحتاج أنه هو يهاجم فبيهاجم في آخر عشر دقائق بيفتح خطوطه وده اللي نزم نقطة الضعف بس متخفز قوي جميز مع الزمالك هجوميا في أول شرط يعني لما شوف أنه في أول عشر دقائق ستة في المية بس من الأهداف هم نتكلم على ستة عشر أو خمسة يعني تلاتين في المية تقريبا في الشرط الأول من أهداف الزمالك لأنه رجل ما نتعجش فمفترض أنك أنت بتبقى عندك دوافع أكبر عندك رغبة في المنافسة فبالتالي رغبة في المكسب عندك فوارئ من ناحية الإمكانيات واللعيبة اللي موجودة في الملعب لكن يبدو أنه رجل متحفز مثلا نقراها كده دايماً رجل متحفز دايماً مستر جوميز حتى مش بنقول من الفرق الكبيرة اللي أنت تنزل تفرد أسلوب لعبك أنه أنت عايز تجيب هدف أول عشر دقائق أو أول ربع ساعة وده اللي ما يميز أنه دي الأهلي أنت دايماً عايز تنزل تفرد أسلوب لعبك دايماً عايز تنزل تريح اللعيبة بدري لعبة ترتاح حتى بدري أول عشر دقائق أو ربع ساعة لما بتقدر تسجل هدف المباراة بتبقى مرياحة معك بشكل كويس طيب نروح لتوقيتات استقبالهم للأهداف ودي تهمنا احنا بقى يعني دي اللي تخصينا منها ده معدل استقبال الزمالك للأهداف السيزن ده على مدار التسعين دقيقة زي ما بقى لحضرتك مرضو نفس حكاية زي ما أنت ريسا بتقول يعني النسبة الأكبر رغمنا طبعاً في الشوت الأول أو في العشر دقائق ما بين دي 20 و دي 30 في 21 في المية لكن آخر تلت ساعة فيه تقريباً يعني 37 في المية من الأهداف اللي بيستقبلها الزمالك بتخصي شباكه في آخر 20 دقيقة ده اللي أنا قلت لحضرتك عليه إنه حتى هتلاقي هو الراجل في الشوت الأولاني بيستقبل أهداف بيستقبل أهداف عشان كده الشوت التاني بينزل بيهاجم وده ظهر في الأهداف بيفتح خطوطه وبيستقبل أهداف في آخر عشر دقائق أو آخر ربع ساعة لأن ده نتيجة هيفتح خطوطه الحالة البدنية مش هتبع عنده أحسن حاجة لأنه دايماً بيهاجم دايماً عايز يعمل استحواز مع الكورة فهنا دايماً اللي بيعمل استحواز مع الكورة وعايز يقدر يهاجم أكيد هيبقى الحالة البدنية عنده مش مش جيدة نتيجة طبعاً نتيجة السلبية اللي بيمر بها ترجمة نانسي قنقر